عور بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاتها يا عين صاب ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنا العظم مني واشتعل الوأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شفيا وإني خفت الموالي من مراهي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بأولام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا قال رب أما يكون له أولام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا عاقرا قالت ذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث نجال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن صبحوا ذكره أن صبحوا بكرة وعشيا يا يحيى أخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن ما وزكاة وكان ققيا وبلغا بوالديه ولم يكن جبارا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وإقشики صغبا والقل في الكتاب مضيا إذ انتبغت من أهلها مكابا شلقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سبيا قالت إني أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لآبدك غلاما زكيا قالت أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو عليه أين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فأجاء المخاذ إلى جذر النخلة قالت يا ليتني ميت قول هذا فأجاء المخاذ إلى جذر النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فما دعا من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذر النخلة تساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وكلي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني فقولي إني نزلت للرحمان صوما فلن أكلم يوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريئا يا أخت هارول ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في الموت صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبوا بوالدتي ولم يجعلني ولم يجعلني جبارا شبيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث هيا آتاني الكتاب ذلك يسرب مريم قول الحق الذي فيه ينطرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فغيل للذين كفروا من مشهد فغيل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصي اليوم يأتوننا لكن الظالمون لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنزرهم يوم الحسرة إذ قلي الأمر وهم في أصلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرسل أرض ومن عليها وإلينا يرجعون وأقول في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لي أبيه يا أبته لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني أنت شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبئني أهدك سراطا سيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمان عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا قال أرارب أنت آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأوج منك وهجني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعبد لكم وما تدعون من دون الله وهو ربي أسى أن لا أكون بدعاء ربي شبيا فلما تزلهم وما يعبدون من دون الله وعبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وعبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وعبنا لكم في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقوبناه مجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقوبناه مجيا ووهدنا له من رحمتنا أخاه عارون أخاه عارون نبيا وقوبناه من جانب الطور الأيمن والقبط في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعبي وكان رسولا نبيا إنه كان صادق الوعبي وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه وكان عند ربه مرضيا والقل في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين نعم الله عليهم من النبي الجين من زرية آدم ومن من حملنا معروه ومن زرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم إذا تتلى عليهم آيات الوعمان خلوا سجدا خلوا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الوعمان خلوا سجدا وبكيا آيات الوعمان خلوا سجدا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون آيات إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغير إنه كان عاده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بخرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا نورث من عبادنا من كان فقيا وما نتنزل إلا بأمر ربي له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وافضل لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أولا لا يذكر الإنسان أما خلقناه من قبل أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا صدق الله العظيم